انا هاي الحسبة مدوقتني ولا اقدر احسبها لازم استعين بورقة وقلم واجيبهنو اريد احسبها صح هاي الورقة وهاي القلم تريليونين وثمانمية وستة وتسعين مليار حلو رقم يقبل وما شاء الله عني قول طلعنا منها عشر مليارات وثمانمية وستة وتسعين مليون دينار هاي انطيناها الرئاسة الجمهورية هم حلو نيجي بعد شنطلق منها انطلق منها مليارين ومية وخمسة وثمانين مليون دينار يابا هاي مال شنو قول هاي طلعناها الرئاسة الوزراء راح تسئلوني ما شنو حيني على كيفكم ولا تحشون حد شي بدون اهاهاها هاي مال المكانيس ومال تياسة الزبالة ومال الملمأ ومال لكلنس شنو يا باقي يقول لك هاي الفلوس خاصة لتنظيف رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء خلين رجعنا المكانيس اورجعنا الملك ايه هذا ملمع اورجعنا تياسة الزبالة اورجعنا لكلنس يعني هذا السؤال يعني انتم حكومتنا الموقرة من قلته سنة عشرين واحد وعشرين راح اصير سنة تقشف وماعدنا فلوس لان احنا نمر بازمة مالية خالقة مو مشكلة ايه وطلبته من المواطن يربط الاحزام ايه دو ربطولي الاحزام مالتكم شوية يعني هسه معقول رئاسة الجمهورية تحتاج هذا المبلغ للتنظيف اشهر رئاسة الجمهورية نظيفه مرتبة يجي المسئول تطبق سيارته ينفتح للباب ينزل للباب القاعة يطب بالقاعة الاجتماعات واردمالالله نفس الحالة يجون الوزراء باجتماع مجلس الوزراء تطبق سياراتهم ينفتح الباب يطبون بالممر يتمشون يوصلون وين القاعة الاجتماعات ويشوفوها فول اوبشن يعني شنو كامل المواصفات سين اسألك بالله عيني انت يا مسؤولنا الكريم مو كان المفروض بنيامكم انتم هذي المبالغ توظفوها المناطق منكوبة كل شي ما بيها يعني تعبانة لا بيها مجاري تصريف لا شوارع بيها خير لا مناطق مرتبة الامراض والنفايات واقداسها مكومة وحال الضيم حالهم بس انا لا ما اريد احتي على المسؤول احتي يعني حقيقة يؤذي مشاعره ويخلي نفسيته طبعا لان هو يتخذ قرارات الي يا انا المواطن طبعا اكو عواصف ترابية عيني الطب المجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وهاي العواصف الطب بكل شي تراب واوراق اجزار وكل شي واحنا عيني ما شاء الله علينا المواطنين مرتاحين فد اجواء لطيفة ومرتبة وعايشين عيشة كريمة اشتركوا في القناة